شباب الوزداد كان أكثر واقعيا عندما هدى دبشو حارس المحمدية قطران الذي تدخل موفقا في الدقيقة السابعة وثلاثين دقيقة بعد ذلك نساخ يوزع حارس المحمدية من على رأس بالغ يبعد هذه الكرة الساخن شباب الوزداد انتظر إلى غاية الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول شتال تمكن أخيرا من الرسول إلى شباك قطران منحنا التفوق للشباب في المرحلة الأولى نلعب دقيقة الثلاثة والخمسين نركنية تجد رأس بالشو لكن العارضة حالت دون دخل كور الشباب لعب أحسن في الشوط الثاني وتمكن من إضافة هدف ثاني في الدقيقة الواحدة والسبعين بالغ فتح على طبق لسعيود يوسج هدفان دون رد لشباب الوزداد لعب البديل بوسليو كدان يضيف هدفا ثالثا لولا التدخل موفق لقطران وتأتي الدقيقة 85 بوسليو يمرر على طبق لبالغ دون على أسكن الكورة دخل شباك حارس المحمدية قطران منحنا التأهل لشباب الوزداد بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد على حساب سريع المحمدية الشباب لعب أحساب الوزداد إبدا في الشوط الثاني كانت تعليمات وكانت نصائح لأننا في الشوط الثاني كنا سيئرناها كما يقول لك ع طوله على العرض ونظر لأننا تأهل كان مستحق وإن شاء الله هذا التأهل يسمح لنا باش نحضره مقابلة البطولة اللي سيسمح لنا المنش يعني كابيطال الجمعة المقبلة إن شاء الله نحن نحضره له بمعنويات مرتفعة إن شاء الله